بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خلاص المدارس على الأبواب عشان كده وزارة الصحة نزلت المعادر رسمي لتلقي طلاب المدارس اللقاح الحالي ضد الجائحة وده طبعا جه بعد موزير التربية والتعليم أكد ان الدراسة في العام الجديد هيكون الحضور إلزامي ويوميا لكل الطلاب هو الحقيقة السنة دي مهتم بالدراسة الفعلية داخل المدرسة مش الونلاين والمنصات يقول ان الونلاين والمنصات دي كلها هتكون حاجات مساعدة للطلاب لو لا قدر الله حصل موضوع الجائحة وزادت عن كده وكمان قناة مصر التعليمية هيتم تحويلها للتعليم الفني في مطالبات كتير من أولياء الأمور والطلاب اللي بيأكدوا اعتمادهم بنسبة 100% على قناة مصر التعليمية بعد ربنا سبحانه وتعالى منتظرين في الأيام القليلة القادمة هنشوف إيلا هيحصل هل فعلا هيتم تحويل قناة مصر التعليمية للتعليم الفني ولا هتستمر كما هي هتلاقوا الخبر ده على جريدة الوطن بتاريخ اليوم كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن بدء تطعيم طلاب السنوية العامة بداية من الشهر المقبل إن شاء الله رب العالمين يوم 10-11 هيبتدي تطعيم طلاب السنوية العامة الفئة العمرية اللي هتستهدف هيكون بداية تطعيم لها هم طلاب 3 سنوية دول أول دفعة أو أول طلاب هيتلقوا اللقاح بداية من عمر 16 سنة